أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم سوف أشارك معكم اليوم طريقتي في تحضير موكا حار بالكاكاو غني بالنكهات ومنعش في نفس الوقت أبدأ على بركة باب المكونات ملعقة كبيرة كاكاو بودرة واحد ملعقة كبيرة سكر أو على حسب الرغبة واحد ملعقة كبيرة نسكافي واحد ملعقة كبيرة دريمويب ونصف لتر من الحليب الزائل أنتقل الآن لكي أريكم طريقة التحضير أضيف جميع المكونات الجافة إلى قدر طبخ صغير أضيف إليهم الحليب ثم أحرك جيداً إلى أن يتجانسوا مع بعض جيداً ويدوب الكاكاو تماماً أفتح النار على درجة حرارة خفيفة ثم أستمر في التحريك إلى أن يبدأ بالغليان بعد أن يبدأ بالغليان مباشرة أضفئناه ثم أسيله القدر بعد أن صار مكا الكاكاو جاهزاً أصبه في أكواب التقديم ثم أتركه لمدة خمس دقائق أو حتى تهدأ حرارته قليلاً بعد أن مرت خمس دقائق أقوم بتزيين الكؤوس في الكريمة ترجمة نانسي قنقر أنا زينت الكؤوس بكريمة منزلية يمكنكم استخدام الكريمة الجاهزة الآن أقوم بتزيين السطح رشة كاكاو بسيطة بهذا الشكل والكوب التاني سوف أزينه بالكريمة كرامي طبعاً التزيين على حسب الرقب ثم أستخدم معود أسنان وأقوم بعمل خطوط تزيينية وهذا الشكل موكا كاكاو النهائي أتمنى أن تجربوه وينال إجابكم إذا جربتموه شاركوني رأيكم فيه أراكم في فيديو قادم بإذن الله مع السلام